بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عرف الإمام الحسن ابن علي عليه السلام بأخلاق عالية جدا وتميز بالكثير من الخصال الحميدة ومكارم الأخلاق وستحدث عن فضيلتين من فضائل أخلاقه وهي فضيلة الصخاء والكرم والفضيلة الأخرى الحلم بالنسبة للفضيلة الأولى الصخاء والكرم كان الإمام الحسن عليه السلام كريما لا يرد سائلا بل كان يبحث عن الفقراء ليساعدهم وليعطيهم ما يعينهم على شؤون حياتهم حتى عرف الإمام بكريم أهل البيت عليه السلام ولقب بهذا اللقب لأنه كان سخيا جدا فقد ورد في التاريخ أنه سمع رجلا يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه عشرين ألف درهم فذهب الإمام إلى بيته وبعث إليه بعشرين ألف درهم كما طلب وينقل في صخاء من صخاء الإمام وكرمه أنه جاء إليه شخص يطلب المساعدة فقال الإمام عليه السلام أعطوه ما في الخزانة المال الموجود في خزانة عنده أعطوه ما في الخزانة فأعطوه فعدها فإذا هي عشرون ألف دينار وهذا مبلغ كبير جدا في ذلك الزمان وكان الإمام عليه السلام يعطي حتى من لا يسأله فكان إذا وجد إنسانا فقيرا أعطاه من المال وإن لم يسأله فالإمام الحسن عليه السلام عرف بالصخاء والكرم والعطاء عطاء من لا يخاف الفقر وبالنسبة إلى حلم الإمام عليه السلام فقد كان الإمام الحسن المشتبى حليما إلى درجة كبيرة جدا فينقل لنا التاريخ من سعة حلمه أنه كانت عنده شات ورآه في يوم من الأيام قد كسرت رجلها فقال لأحد غلمانه من فعل هذا بهذه الشات فقال الغلام أنا فقال الإمام ولما فعلت ذلك فأجابه الغلام لأجلب لك الهم والغم انظروا إلى هذه السفاقة إلى قلة الأذب مع الإمام لأجلب لك الهم والغم فما كان من الإمام الحسن عليه السلام إلا أن ابتسم في وجهه ولاطفه وقال له لأسرنك فأجزل له العطاء وأعتقه هذا هو الإمام الحسن عليه السلام هذا هي أخلاق أهل البيت عليهم السلام لكن لو فعل شخص لنا ذلك كيف سنتصرف معه ليتصور أي شخص مننا أنه كان عنده عامل ويتعامل معه بهذه الطريقة كيف سيتعامل معه وفي يوم من الأيام جاءت جارية إلى الإمام الحسن عليه السلام بطاقة من ريحان بطاقة من ريحان فأعتقها الإمام عليه السلام فعاتبه أنس في ذلك فقال عليه السلام لقد أدبنا الله حيث قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وأحسن منها اعتاقها فإذا سيرة الإمام الحسن عليه السلام سيرة متميزة بالأخلاق سيرة مدرسة في الأخلاق وعلينا أن نستلهم من سيرته مكارم الأخلاق في يوم من الأيام كان الإمام الحسن عليه السلام جالسا وقد أراد الإنصراف فجاء إليه فقير فرحب به وقال له لقد جئتنا على حين قيام منا أفتأدن لي بالإنصراف تصور الإمام الحسن على مكانته سبط الرسول سيد شباب أهل الجنة ريحانة الرسول من الدنيا ومع ذلك كيف يتواضع لهذا الإنسان الفقير ويقول له أتأدن لي بالإنصراف فيتعجب الفقير من أخلاق الإمام الحسن ويأذن له بالإنصراف هل نجد مثل هذه السيرة الأخلاقية عند أحد غير أئمة أهل البيت عليهم السلام إنها سيرة عطرة إنها مدرسة في الأخلاق علينا أن نستلهم منها مكارم الأخلاق هذا هو الإمام الحسن عليه السلام الذي أحبه الرسول صلى الله عليه وآله وكان يضمه إلى صدره ويقول إني أحبه وأحب من يحبه هذا هو الإمام الحسن الذي قال عنه رسول الله الحسن ريحانة من الدنيا هذا هو الإمام الحسن الذي كان الرسول يضمه إلى صدره يقبله يشفق عليه ويقول له هو سيد شباب أهل الجنة وفي حديث آخر الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بسيرة أئمة أهل البيت وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر